اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الالعاب الاخرى دي بتحقق لمصر زي ما الكرة بتحقق اكيد الناس لازم تكون عارفة ان فيه رعاية وفيه ناس بتكونوا يعني يسابورت ليهم فلوس وامكانيات الناس دي بتحقق بقل الامكانيات بقل كتير جدا من امكانيات الموجودة بادار حاول زي بطلتنا مثلا الكبيرة جدا هناجودة هناجودة ما شاء الله عليها لعاب التنس طولت النادي الاهلي لكن بنت سفرت ولعبة بطولة العالم بتكسب بطولة العالم لتاني مرة عالتوالي تحت 12 سنة بطولة عالم بطولة عالم وكل مصر والعالم والاتحاد الدولة التنس طولة بيدعمها ليه بيدعمها تحاد الدولة التنس طولة انها شايفة ان هي خابة قوية جدا ادرى تعدي بطلات كتيرة هي تحت 12 سنة تكسب بطولة عالم والخامس على عالم تحت سن 15 سنة وتلعب بطولة العالم قريب جدا تحت 15 سنة وان شاء الله تكسب زي ما احنا شايفين قدامنا بطلة كبيرة جدا لو مصر تمنا شوية ودينا دعم ودينا رعاية ودينا ودينا اعتقد هللاقي هنا جودة وقف على مناصل التتويج الولمبيات والمديلية الولمبية مع واحد غير المديلية الولمبية لما نشتغل على فرقة جماعية اكيد بنقول لها الف من يوم مبروكة هنا فعلا دايما بتكون معانا في قناة الاهلي ودايما بندعمها لانها بنتنا في النادي الاهلي والبنت فعلا احنا فخرين بيها ما شاء الله عليك يا هنا باذن الله مزيد من الانجازات ومزيد من الانتصارات دي اول واحدة عندنا هنا جودة تاني واحد علي خلاف الله نجمنا الكبير في النادي الاهلي برضو اللي سافر وعايش في امريكا وبيتمرن هناك اتأهل الولمبيات برقم 21 98 بس برقم مزبوط هو 21 98 في نصف نهائي بطولة العالم بطولة العالم اللي اخيمت في كله لسه من 3 اربع ايام علي خلاف الله بيتأهل علي خلاف الله كل الجهود اللي متأدية لي النادي الاهلي بيساعد لكن تاني مرة بقوله هو محتاج رعاية ومحتاج دعم كبير جدا من الدولة وي وي عشان يقدر يحقق وعلي قريب خطوة يوصل وخطوة ممكن يحقق ويقدر يطلع لي مناصة تتويجة اهل لي اولمبياد توكيو رسميا عن طريق بطولة العالم نجمينا التالت النهاردة كمان معنا كابتن مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي في السكواش ما شاء الله عليه النهاردة وسل لفاينل بطولة العالم بطولة العالم في السكواش اللي بتقام في ماليزيا نفس الكلام صرف قوي جدا من نادي مساعدة من اولياء الامور محتاجين برضو ان فيه زقق برضو لي مصطفى عسل عشان يبقى ليه دعم وليه رعاة لان فعلا بيؤدي باسلوب قوي جدا اخر بطولة عالم اولمبياد عالم للشباب في الارجنتين والنهاردة بيوصل لفاينل بطولة العالم اللي هيلعبها بكرة انجازات كبيرة جدا خارج كرة القدم اعذروني انا يعني متحيز جدا للالعاب برا كرة القدم الموضوع مختلف شوية لان فعلا كل الولاد دي وكل اللاعبين الكبار دول لو ما حسوش اللي احنا معاهم صدقوني كلمة شكرا وماشا الله والف مبروك والكلام زي كده وعملت انجاز كبير بندعمهم عشان المرحلة اللي بعدها المرحلة اللي بعدها من بطولة عالم لبطولة اولمبياد لان الاولمبياد بتحسب بالمديلية الوحدة وقولتلك ان الفرقة الجماعية بتكون عشرين فرد لكن اللاعب يكون واحد بس وبيجيب مديلية زي ما شفنا ديف تيكر مايكل فيليبس عمل تاريخ كبير في السباحة بيتامن مديليات اولمبياد في دورة واحدة بكده خلصنا الالعاب الفردية هنروح الالعاب الجماعية اتقاهل رسمي منتخب كرة السلق سيدات او انسات مثلا لاش سيدات عشان ما مش كبار تحت ستاشر سنة اتقاهلوا برضو لبطولة العالم وفازوا على منتخب انجولا العنيد الرهيب بواحد وسبعين خمسين في الدور قبل النهائي النهاردة بيلعبوا مع مالي مباراة صعبة جدا مباراة قوية جدا بينهم والفارق واضح بين منتخب مالي ومنتخب مصر للأسف هم اتغلبوا لكن انا مش بقول للأسف هنقول تاني هم فعلا الف واملين مبروك تأهل منتخب تحت ستاشر سنة انسات مصر اتقاهلوا بطولة العالم اللي هتقام في رومانيا ومدربهم مين المدير الفني المدير الفني النادي الاهلي كابتن علي هاشم بن بريكرو بنقوله الف واملين ان شاء الله مزيدة من نجاحات مزيدة من التقدم لو جينا بصينا على فترات الاعداد بتاعت منتخب مصر للنشآت هنلاقيهم ان هم بيتعدوا في مصر مفيش سافريات خارجية مفيش معسكرات كل ده بسبب قلة الفلوس بنوجه نقول لكل الدولة نتمنى منكم نبص بص منظرهم وهم يتصوروا البنات ما شاء الله عليهم فرحانين مبسوطين ان هم بيلعبوا بسكت وراحوا قابلوا نجوم وبطلات في افريقيا لكن قدروا فعلا يحققوا بقيادة المدير الفني المصري الكف وكلمة المصري دي كلمة مهمة جدا نحط تحتها مليون خط كابتن علي هاشم اكيد بقى الاياب اللي فاتت يعني كل مصر بتتكلم على الجيل العظيم وبتتكلم على كرة اليد انا واحد منهم فرحان جدا مبسوط جدا بيهم مبسوط جدا بالانجاز لما فرقة بتوصل وتروح بطولة عالم وتطلع لغاية السيمي فاينال ويعني يدوبة خطوة تخش الفاينال ومنتخب فرنسا ييجي كامل ويجيبوا لعيبة وكمان يجيبوا مدير فني منتخب فرنسا الاول ويجيبوا محللين بتعرف ان احنا جامدين جدا في كرة اليد بصراحة شديدة وتحيزا لكرة اليد شان واحد منهم بقولها صراحة كرة اليد المصرية بصفة عامة على مدار التاريخ هي لعبة مختلفة تماما على قاية التحاج جماعي ليه؟ لانها كسبوا بطولة العالم للشباب تلاتة وتسعين على ارض مصر تسعة وتسعين كانت تلاتة وتسعين في مصر بقيادة كابتن جمال شمس رحمة الله عليه كسبوا على ارض مصر بطولة العالم اتنين تسعة وتسعين كان دكتور سايد سليمان برونزية في قطر كسبوا التالت في تسعة في الفين وتسعة والسنة دي في الفين وتسعتاشر كابتن طريق محروس مدير فني مصر كسب وقدر يوصل بفرقة جماعية هي منتخب اليد لتالت العالم بمعنى كده ان منتخب اليد للشباب وصل ست مرات ست مرات لدول قبل النهائي صعب جدا في وسط الامكانيات وفي وسط حاجات كتيرة الفرقة التانية بتدعم بها او المتخبات التانية وبنوصل بنوصل باقل الدعم بنوصل بالكلمة الكويسة بنوصل بالحماس بالروح المصريين تخيلوا الكلام ده كمان لو كان شوية دعم زيادة للعابين يعملوا ايه وصلوا وطلقوا ست مرات لدول قبل النهائي لكن منهم تلت مرات مصر وصلت لدول قبل النهائي وطلعت مركز رابع يعني ست مرات في البطولة مصر بتوصل لدول قبل النهائي اعتقد المنتخب كرة اليد بالاخص دون عن اي منتخب يقدر يحقق في البرحلة اللي جاية بالذات ان هما لسه منتخب اليد الكبار تامن العالم بعد كده النهاردة هو راء تالت العالم في 98 هو السن اللي تحت على طول الدرجة الاولى ولسه النهاردة بعد يومين كمان فيه منتخب موليد 2000 هيلعب بطولة في مخدونين بدون دعم بدون رعاية الدعم قليل المكافآت كل الكلام اللي حابنتكلم عليه ده حاجة مهمة جدا 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 ان يكون فيه مكافآت اللعبين صدقوني العيبة دي لما راحت ما كانتش راحة عشان تاخد فلوس ما كانتش راحة عشان نقول لهم يا خدوا 100000 جنيه ما بياخدوش كانوا راحين بدافع واحد بس هو رفع اسم مصر كل اللعبين قلت عليهم دول نجوم بيحققوا تاريخ لمصر في الالعاب الجامعية او في الالعاب الفردية بيحققوا اسم مصر عالم مصري بترفع نتمنى من الدولة ونتمنى من كل المسؤولين ونتمنى من كل الناس الدعم الدعم ده عبارة عن دعم مادي ودعم معناوي ودعم نفسي ودعم 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 الدعم ده النهاردة اللي حمد قدمه في مكافآتهم لو شفنا مكافآت فريق كرة القدم مثلا في لو كلمت على جيلي في سنة التسعين كان بيوصلوا بيوصلوا افريقيا ياخدوا 200300000 جنيه لما كسبوا بيوصلوا كاس العالم تخيل ده النهاردة هو تالت تالت العالم تالت العالم هو لسه ولد عنده 20 سنة هنديله ايه هنعمله ايه هنقوله شكرا ازاي المفروض نديله وندعمه وندعم كمان الاتحاد الناجح اللي هو النهاردة بيحقق التامد العالم بيحقق الرابع العالم نتمنى ده في المرحلة اللي جاية ليه عشانا حانا كمان عندنا بطلقة عالم في 2021 اعذروني ان انا متحيز جدا لكرة اليد ان فعلا دي لعبيتي اللي انا تربيت فيها واعدت فيها وعشت حياتي كلها فيها وفعلا ما شاء الله على تاريخ اتحاد كرة اليد على مدار التاريخ عشان ما ننساش حد من رؤساء مجالس ادارة للعبين لاداريين لاجهزة ما شاء الله دايما فوق بس اهم حاجة ان المدير الفني الوطني المدير الفني الوطني ده حاجة مهمة تاني المدير الفني الوطني ده هو اساس النجاح التلات مرات اللي مصري وصلت فيها المنتخب الشباب وصلت لبطولة العالم او وصلت للاخر الست مرات كانوا مديرين من المصريين في دور قبل النهاء التلاتة كابتن جمال الشمس رحمة الله عليه كابتن سيد سليمان ثالث وكابتن طارق محروس مدير فني مصري الرئيس السيسي قابلهم وكرمهم وقال حاجة مهمة قال النهاردة ده مبسوطين ان هم يكونوا قسطينة فرحانين بيهم بس هنكرهم تكريم تاني خالص فعلا في العصر رئيس السيسي في الوقت اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي حالا الرياضة في شكل مختلف بوضع مختلف صدقوني الدافع الوطني للعابين دي اللي عملوه لازم كلنا نسقف لهم انا كنت فرحان بيهم جدا وفرحان بالناس انهم فرحانين بلعابة كرة اليد اللي بيحققوا بيرفعوا عالم مصر رفع عالم مصر ده حاجة مش سهلة صدقوني تعبوا كتير وشافوا حاجات كتير وعملوا حاجات كتير تعبوا وعرق وتاريخ في جوه الملعب بيتعبوا بيتعبوا ليه بيتعبوا عشاءات المصر ودي احسن حاجة في اللعيب نخرج لفاصل عشان نستقبل ديفنا الكبار عشان نستمتع معاهم عشان يقولوننا الكواليس عشان يقولوننا ايه اللي حصل معاهم في كل الاحداث لما سفروا افريقيا ومحدش متوقع مع ان كابتن طارق محروس المدير الفني قال هنا في قناة الان قال ان شاء الله بلعب على مدينة وولادي النادي هنا لما كانوا معايا اخر مرة قالوا نفس الكلام قالوا ايه قال لك احنا من ساعة ما كابتن طارق محروس مسكنا وهو بيقول ايه احنا عايزين كاس العالم وقالها في جوه في المطشاط قال حاجة مهمة جدة احنا عايزين نطلع على ملاس التتويج في اخر ايه في اخر التلاتين ثانية في مطش بشكر اتحاد اليد وبشكر كل الناس اللي كانوا فعلا وراهزة الانجاز نتمنى في المرحلة اللي جاية كل الدعم لهم ان شاء الله رعاة قوية جدا يخشوا على اتحاد اليد ومنتخب اليد في المرحلة اللي جاية لان في الاخر اسم مصر لازم يكون فوق فاصل ونستقبل ديوفنا لك بقى